اليوم رح اعمل انو اياكم اطيب وافخم وصفة للوافل هالحلو من الحلويات اللي كثير بحب اعمله في البيت جربت وصفات كثير لالو لكن وصفة اليوم من الوصفات اللي كثير حبيتها صار لي فترة مع تمديتها وحبيت اليوم اني اشاركها معكم تعالوا نعمل مع بعض اطيب ووافل بطريقة جدا شهية للوصفة هون رح نحتاج 250 مل من الحلب السائل يساوي عندي كوب واحد رح انزل عليه هون نصف كوب من لبن الزبادي طبعا عندي لبن الزبادي لازم يكون بدرجة حرارة المطبخ بخلطهم مع بعض بيصير عندي هون مجموع المواد السائلة 400 مل بالنسبة للطحين هون رح نحتاج كوبين وربع من الطحين هالوصفة هاي لازم تستخدموا فيها الاكواب المعيارية رح نحتاج كمان هون ملعقة كبيرة من الباكينج باودر بالاضافة لربع ملعقة صغيرة من الملح هلو هون مع الطحين رح اخلط السكر رح نحتاج ثلاث ملاقع كبار من السكر بخلطهم وبهيك عندي المواد الجافة صارت جاحزة بسرحة ثاني هون رح انزل حبتين من البيض عندي البيض هون لازم يكون بدرجة حرارة المطبخ ورح انزل معه الفانيلا الافضل انها تكون نكهتها قوية نزلت هون 50 قرام من الزبدة السائلة بالاضافة لثلاث ملاقع كبار من الزيت النباتي اذا حبيتوا تاخذوا كل المقدار زبدة بسير بس الافضل تخلطوا بين الزيت النباتي والزبدة المشبك اليدوي بعدها بنزل الحليب واللبن طبعا بنزلهم شوي شوي وبرجع هون بنزل المواد الجافة طبعا هاي الوصفة ما بتحخلط المشبك اليدوي كثير ممتاز بكون لطحين هون نزلت كل الكمية بتخلطوا في البداية شوي شوي حتى تتجارس المكونات بعدها بخلطوا كثير منية حتى يذوب لطحين الافضل انه ما يكون عنا اي تكتلات من لطحين بالخليط هيك عندي القوام طبعا هاذ القوام الانا بدي اياه قريب لقوام الكيك راح اكي هون بالنسبة لجهاز الوافل لازم يكون عندكم نوعية منيحة كل ما كانت نوعية جهاز منيحة بتاخده نتيجة افضل للوافل راح اكي هون كمان بالنسبة لكمية الخليط اللي بتنزلوها بالجهاز بتكون مكتوبة عندكم في كتاب الارشادات اللي بيكون مع الجهاز انا هون حطيت تقريبا نص كوب بالاضافة لملعقة كبيرة من الخليط الجهاز عندنا لازم تكون مستخنينه في الاول واول ما يصير عندكم جاهز بتنزلو الخليط وبتسكر الغطاء طبعا هون الخليط انا ريحته تقريبا مدة خمس دقائق وبعديها بلاشت اشتغل فيو بالنسبة هون لدرجة التحمير بتعتمد انتو شو بتحبو طبعا الوافل ممكن تقدموه بطريقتين على شكل بسكوت او ممكن تزينو انا هون طلعتو شوي مقرمش لانو الولاد عندي بيحبو اني يأكلو مثل البسكوت وطلعت كمية ثانية تكون عندي شوي اطرة لانو بدي ازينها حتى تقدروا انكم تكسموها ما شاء الله الخلطة اللي عملتها صراحة من اطيب الخلطات اللي اشتغلتها هالو هون طبعا طلعتو شوي طري زي ما حكت لكم لانو هون رح ازينو بالنسبة للتزيين الوافل عالمو كثير واسع ممكن تزينوه بالشوكولاتة ممكن تزينوه فقط بالسكر البودرة وتقدموه ممكن كمان هون تزينوه بالسيرب طبع البانكيك شراب القيقب احنا بنحكيلو هون زينتو بالسكر البودرة بالشوكولاتة السائلة وبعدها قدمتو وصفة صراحة من اطيب الوصفات اللي اشتغلتها بتمنى انها تعجبكم اذا عجبتكم الوصفة وعجبكم الفيديو ما تنسو دعم قناتي الاشتراك فيها تفايل زر الجرس حتى يصلكم جديد القناة ويعطيكم الف حافية وشكرا جزيلا لحسن المتابعة معكم على طشمان من قناة اطيب الوصفات يمي